موسيقى مساء الخير صاحبة صوت هادر قادر جبار يمتد على مساحة واسعة ويطاول طبقات متعددة ويتغلغل في أعماق النفس والوجدان منذ نعومة أحلامها عشقت الفن والغناء وتشبعت بأصوات العمالقة الكبار وتتلمذت على أغنياتهم التي لا تشيخوا بتقادم الوقت ومرور الأيام تأتينا من تونس الخضراء العصية على الموت والخراب أو النقوص إلى الوراء من بلاد أليسة والياسمين التي أعطتنا نخبة من المبدعين في مختلف المجالات فنقول لها أهلا وسهلا نورت البيت وقصيده أهلا وسهلا بالفنانة القديرة سوفية صادق شرفتي أهلا وسهلا بك أستاذ زاهي وشرف لي أنا أني أمامك وبالمناسبة نحب نوجه تحية لكل المشاهدين اللي شاهدوا فينا وإن شاء الله نقدم بعض يعني أمسي حلوة بوجودك أكيد وأنا سعيد بلقائك يعني في لجانب كبار المبدعين التوانس اللي كان لشرف يعني أني حاورهم سؤالي الأول لحضرتك شو اللي يعني جابك إلى عالم الغناء شو المؤثرات الأولى هل هو يجو البيت البيئة كيف يعني عشقت الغناء؟ هي حكاية طويلة كثير مع الزمن يعني فمنذ يعني صغاري تربيت يعني في بيت كله يعني كله غرام بالفن جدي كان صاحب صوت حلو الوالدة الله يرحمها وينعمها كانت يعني ترجعني على كل شيء يعني أول حاجة عملتها أني يعني تعلمت أصول ترتيل القرآن الكريم نعم تجويد القرآن وترتيل القرآن وحفظه كمان وتفسيره هذا خلى عندك مخارج الحروف والنطق بالكلمات يعني مثل ما بيسمعك بلاحظ هذه المسألة طبعا هذا يكون يعني يكون أساس أساس الإلقاء والغناء وكل ما هو يعني يطلب الغناء من مقدرة ومن صوت قبل التجويد وقبل الترتيل أين تبلشت حضرتك تكتشفي أنه عندك صوت حلو يعني أين تعرفت أنه صوتك مختلف عن صوت زميلاتك صديقاتك رفقاتك بزمن الطفولة هو في الأول كان في المدرسة من خلال ترتيلي وتجويد القرآن بعد هذك تجهت المسرح عملت شوية مسرح مسرح مدرسي نعم هذا الكل في بلدي في سوسا وكان يعني الأب الروحي متاعي أنا ذاك الأستاذ عبد الحفيظ بوراوي هو اللي سقلي يعني هو اللي انصحني وهو اللي دخلني وتلهابية لهوة يعني خاصة أنه لمس فيها يعني الموهبة متاع الصوت صوت الحلو وكان كنت في كل في الراحة في المدرسة مع أصدقائي وأصحابي كنا دايما بنغني وأغني لهم أنا أغني يعني وهم لمسوا فيها المدير متاع المدرسة متاعي فبعد كده دخلت الكونسرفاتوار منذ صغري يعني تعلمت الملوف والأدوار والموشحات طبعا أشياء صعبة بس أنا صدقني معناها بحكم يمكن أني تلمذت وأحفظت يعني لقيت نفسي أني بسمع لون هذاك يعني طب ممكن نفتتح يعني الغناء بشيء من الملوف التونسي أو الأدوار حسب ما بترتاحي حضرتك طبعا فضل أول ما حفظت وحقك أنت المنا والطلب لسيدة أمك لسو طبعا وحقك أنت المنا والطلب وأنت المراد وأنت الأرب ولي فيك يا هاجري صبوة تحيارة في وصفها كل صب أبيت أسامير نجم السماء إذا لا حالي في الدقاء أو غرب يا سلام يعني طويل ما بينخاف عليكي الحقيقة أنه الحلو أنه لقاتي يعني تشجيع من الأهل ومن الوالدي لأنه عادة يعني منسمع كتير فنانين بيقولوا أنه أهلهم بالبداية عارضوا غناء أو احترافهم للفن بالعكس يعني أنا كان عندي والدي الله يرحمه كان دايما هو يعني ماذا بيه ما ندخلش للدومان نعم يعني بيودوا أني ما ما تحترفي يعني ما هو يعني توفى وأنا صغيرة في السن يعني خليني عمر يمكن أثناشر سنة بس زي ما تقول عندي 17 سنة بحكم أني وكونسرفاتوار ومالوف وبين المعاهد وكثير يعني حاجات وقتها معناها شاركت فيها ووالدك اللي يرحمه مناضل يعني نقابي وعمالي معروف بتونس على هذا في سوسا على هذا الصعيد صح نقابي كبير في الاتحاد العام للشغل وكان دايما يعني يخليني يعني يخليني أمارس يعني نعم الموهب المتاعي زي ما بحب بس في حدود يعني نعم دايما بيوجهني دايما يقول لي أنه صح أنه اللي لازم تمشي فيه أنه اللي ما تمشيش فيه ومع ذلك حضرتك بتقولي أنه يعني مدرستك الأولى هي أمك الفوم نعم وعبد الوهاب وفتحية أحمد أحمد أبو العيلة محمد نجيت علي زكريا أحمد عبد الحامولي كثير يعني هما كثير يعني تتلمثتي على سماع كتير هالأصوات العظيمة وهالأغنيات الخالدة اللي فيها التونس بتتميز يعني بأنه أعطتنا أصوات جميلة جدا شو السر يعني ليش هلأت بتونس فيه أصوات حلوة لهالدرجة؟ صحيح في تونس كثير أصوات حلوة وعننا يعني أصوات وممفتحين على كل ثقافات وتعددي نعم على الفن الشرقي بالدرجة الأولى على الفن العراقي كمان على الجزائري المغربي يعني أحنا يمكننا حدثت غنيتي جزائري أيضا طبعا غنيت جزائري، غنيت عراقي، غنيت أردني، غنيت قصيدة كبيرة للملك حسين، ملك الأردن، وكان لي شرف أني يعني غنيتها أمامه وكل أعضاء يعني الحكومة وأخذت يعني رواج كثير كثير القصيدة هذه كانت من ألحان الدكتور جمال سلامة والكلمات للعبقر مهدي الجواهري شو اللي خليك تغني للملك حسين؟ والله وقتها أنا موجودة في تونس نعم ويمكن صوتي سبقني غنيت أغنية دينية اسمها إله العرش فوصلت لي مسامع الملك صح، الدكتور جمال سلامة بحكم أنه هو يعني يتفرد باللون هذيك الجيني ومبدع فيه هو صاحب محمد رسول الله اللي قدتها السيدة يسمي الخيام وكل أغاني يخطر في الوقت هذيك نعم، المدائح النبوية والليل الإنشادية اللي بيعملوها سنويا بمصر لما وقفت سيدتي على يعني مصر أحضار الأوبرا المصرية تشاركي بتكريم الراحلة الكبيرة كوكب الشرق شو المشاعر، شو الأحسيس اللي عشتيها وأنت يعني نشأتي على صوتها منذ كنت طفلة صغيرة أول أنا ما رحت للمصر بخصوص القصيدة هذه اللي قتلك عليها للملك الأردن نعم ودعاني الدكتور جمال سلامة وقتها فأول، بذكرها يعني أول ما رحت للمصر كنت في شهر رمضان الكريم فأول ما نزلت من المطار رحت على طول لقبر سيدة أمو كلسون يعني على طول من حبك لها؟ من حبي لها ويعني وإيماني بها ودايما بنسج لقيت نفسي يعني بنسج على طريقة وعلى الخطة وعلى المسيرة هي اللي عملتها فكنت يعني مبهورة مبهورة بها وكل اللي حقته يعني في تاريخ في حياتها وفي ذاكرتنا فصار الاختيار علي للقصيدة هذهك بالذات من ذمن يمكن ست أصوات كان فيه سيدة ميدة وسيدة أصالة يمكن وسيدة مجد الرومي فالمهم أنا اللي يعني أنا اللي اللي غنيت القصيدة هذه وصار عليها الاختيار وأنا فرحانة كثير بالعودة لسؤالي اللي هو لما وقفتي على مصرح دار الأوبرا تشاركي بحفل تكريمي لذكرى أم كلثوم شو شعرتي شو حسيتي شو فكرتي ساعة مسؤولية كبرى نعم أنه يعني بختار في ذلك الوقت وأعمل يعني حفل أغني في حفل يعني مفردي نعم في دار الأوبرا هذا شرف يعني عظيم ومسؤولية كبيرة لا تقدر يعني بأي يعني وصف خاص لحقيقة نعم هل سجلت أو بتفكري بتسجيل بعض أغنيات أم كلثوم بصوتك سجلت أنا كثير وجبت لك نسخة نعم اللي هما 17 دور نعم دور نعم بما فيهم الأولى في الغرام اللي يمكن أنا المطربة الوحيدة في العالم العربي جازفت وسجلتها بحكم أنه هي تعتبر من أقوى وأصعب الأغاني اللي قدتها السيدة أم كلثوم وحتى هي في حياتها غنتها مرة واحدة بس نعم في حياتها نجرب نسمع منها الشي هي كلها ارتجال نعم عندك منها نسخة وممكن تحط منها شوية للسيدة المجاهدية طيب بما أنه يعني قلت شيء من أم كلثوم ذكرت الغناء العراقي حضرتك وبتحبي الغناء باللهجة العراقية واللهجة العراقية جميلة وهيك فيها شجن ممكن نسمع شيء باللهجة العراقية طبعا أسمعك حاجة للمطربة الكبيرة سليمة مراد فضلي طبعا من الأسماء الخالدي بتاريخ الغناء العراقي الحديث أمن 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 يا حبيبي ألف حيف وآلف وصفة مثلك يخونوا يا ولفة ألف حيف وآلف وصفة مثلك يخونوا يا ولفة لا ولا إقلبي الشفاء والآلم منا يزول الناس لو تسألني عنك شرد جاوبهم شقول هذا مو انصاف منك غيبتك هل جاد تطول الناس لو تسألني عنك شرد جاوبهم شقول الناس لو تسألني عنك شرد جاوبهم شقول ألف ألف شكر اسمحي لي انتوقف لحظات سريعة مع استراحة ثم نتابع بيط القصيد موسيقى 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 مشاهدين صفحتنا على الفيسبوك بعنوان بيت القصيد على اسم البرنامج نفسه ضيفتنا المطربي التونسي صوفية صادق سيدتي بي فقرة كلام يوصل أول رأي رح نسمعه اليوم للكاتب الصحافي الأستاذ معتز صياح نسمعه سوا تفضل صوفية نجمة كبيرة من حجم الفنالين الكبار اللي اليوم الأمة العربية نجمة تفتخر بيهم لأن صوفية من خلال التجربة العشدة في فرنسا كيشوف هنا اليوم أبهرت وسائل علام الفرنسوية والمشاهدين غادي من خلال الحفلات الكبيرة اللي عملتها سواء في قصر المؤتمرات في قاة السينية في السيركل دي بير في البورس تتربائي اليوم عملت وكانت الحفلات تقريب ملايانة معنات ما بنسبة كبيرة كل أنا كيشوفت على قرب وكل اكتشفت إن إنسانة بيتوتية تحب يسر العائلة تحب عائلتها برشا أيضاً في الميزات اللي عندها اكتشفتني دعيت مرة إن إنسانة تعرف حتى في الخصف في الطبخ فلانة كبيرة ثمت تعرف توجيد الأوكلات التونسية للصدق زادة بنت شعب صوفية راهوا يقولوا آه يظن الناس أن هي منكمش على نفسها وما تظهرش وما يشوفوهاش في الأماكن العامة لكن في الحقيقة راه هي ديمة قريبة يسر من الناس ومن الشعب لأن الحاجة اللي يعرفوها واللي اكتشفت إن سوفية ابنة مناظر نقابي كبير توفى لا يرحمه صدق أرجوان كان نقابي وكان بنتي حد شغل وأيضاً البيئة اللي تربيت فيها والعائلة اللي تربيت فيها بش خليها أول فرصة وطيحت لها بش تغني غنات وتأثرت خذت الموروث الإنساني لي خليه شيخي مام وحاولت بش تقدمو هذك أفاجأني أنا شخصياً وفاجأ الناس الكل صوفية حبيت نسلك اليوم شنو أسباب اختيارك لي أغاني شيخي مام هل هو كخطر منك اليوم وضعت لمزيد الانتشار أكثر عربياً أما كاعتراف منك لهذا الموروث الإنساني ولما قدموا شيخ مام وأحمد فوات نجم خلال مسيرتهم الكل الفنية كل الشكر للأستاذ معتز صياح فضلي شكراً للصديق والأخ معتز صياح الحقيقة إلى جانب المدارس اللي اتأثرت بها شيخ لمام كان له أثر كبير برشاً سمعتين من لما كنت في حياتي الفنية وكنت يعني دايماً منبهرب كيفاش معناها إزاي هال الراجل هذا الضرير والمعناها الشيخ يعني تم كبير في العمر كيفاش معناها بعود يوصل لك حاجات اللي يتعاطف معها يعني كل من يسمعه وكل من معناها كل إنسان يعني عربي عنده نخوة سواء كان هو يعني سياسي يفهم في السياسة يعني عنده تأثير خاص على بتلامس أغنياته يعني كل من يستمع إليها أو يصغي إليها ممكن نسمع شيء من الشيخ إمام صح هنا سجلت له طوى حالياً أربع أغاني وقاعدة بمعناها بسدد إنجاز يعني شريط سيدي كامل ضم له مجموعة كبيرة من أغانيه وهذا طبعاً أقل حاجة نجم نعملها مع روح شيخ الإمام وأحمد فؤاد نجم تفضلي هذه أغنية هي غنيها الشيخ الإمام كنت المفروض لسيدة أم كالثوم حبتها سمعتها فسبقه غنيها هو فخلاص يعني تسجلت بسوته فضلي أنا توب عن حبك أنا أنا لي أفبادك أنا أنا توب عن حبك أنا 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 لي أفبادك أنا 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 بترجعك الله يجزيك يا شغلني معك وشغلني عليك أنا بترجعك الله يجزيك يا شغلني معك يا شغلني عليك يا شغلني عليك أنا لا أقدر أنسك ولا لي أغلى ولا توب عن حبك أنا شكرا شكرا وألف تحية لذكرى شيخ إمام وأحمد فؤاد نجم بأعتقد زاروا تونس وغنى الشيخ إمام في تونس بيعني حفلات حضرة حشد كبير كتير أنا وقتها نعم نتذكروا أنا مزلت معناها ابتديت يعني دخلت للدمان لما جاي هو تونس في آخر زمن برقيبة صحيح حتى سيدة أمه كنثوم لما جات لتونس وغنىت في القبة ما عملتش يعني اللي عملو شيخ إمام كنا مبهورين ومتفاشئين إزاي معناها ما تلقاش فين تاقف وكل الناس يعني بتغني معاه وحافظة أغانية عن ظهر يقلب ف يعني يعني كان درس للفنانين أيامها أنهم يسمعوا أكثر لشيخ الإمام ويحفظوا له أكثر ويفهموا القضية وينشوا يعني على موال وخطر على منوال وخطر الفنان بدون معناها قضية وبدون ما ينضم إلى شعب وبدون ما يقدم يعني الشعب ومعناها حاجات في المستوى هذكا معناها ما يسماش ما يلعبش دور لازم يلعب دور أنه معناها ينضم إلى الناس إلى الناس طيب مش غريب شوي سيدتي أنك تغني للملوك وتغني للشيخ إمام بنفس الوقت لا أنا ما غنيتش للملوك كملوك أنا غنيت الشعراء قبل كل شيء وغنيت الملحنين فلما أنت تلقى يعني قصيدة بحجم يا أيها الملك الأجل مكانة بين الملوك ويا عز قبيلة وعملها يعني واحد كان أكبر معارف اللي هو مهدي الجواهري وكان لاجأ سياسي شعر كبير من كبار الشعراء العرب وكان لاجأ سياسي يعني وعراقي الأصل هو يعني لما يعمل قصيدة هذه الملك أو لأي شخص ما يعني هو كان فيها صادق فدور الفنان أنه يكون صادق ويترجم الأغنية ويغنيها يعني ويقدمها معناها في في مناسبة هو وقتها قدمها له وقت لمرض الملك ورجع سالم الأرض والبلده فقدموا له القصيدة هذه يعني نعم سيدة رح نحكي يعني عن غنائك الوطني وتجربتك بالغناء الوطني ولكن سمحيلي بالبداية نتوقف مع موجة زخباري ثم نتابع بيت القصيد سيدة 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 من أراد الحياة من أراد الحياة سيدة 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 من أراد الحياة التي تمثل الأنوثة والرشاقة والاناقة تجاوزت كل مراحل التعلم تعلم الموسيقى والإلمان بقواعد فن الطرب وفن الغناء على أساتذة من أصعب أساتذة الموسيقى في تونس نادي الفرابي عنده تجربة كبيرة وطويلة في بث حب الأغنية العربية والأدوار العربية خاصة الأدوار وقعدت عند صوفيا السادق ذلك العشق للدور الترب العربي الأصيل اللي هو من أصعب الامتحانات للمطربات تتحكم في وزنها تتحكم في رشاقتها يعني تقوم بتمرين رياضية يومية يعني هي جندي جندي موسيقي يعني هي جندية في الموسيقى يعني كل كل طاقتها كل إرادتها كل قوتها الداخلية موجهة إلى السيطرة على الذات وكانت مسيرة شاقة شاقة لأن الجمهور التونسي جمهور ذواق ولكن جمهور صعب وناقد لكن عاشقت هذا الجمهور فعاشقها كنت تتمنين الوصول إلى أعلى درجات إتقان فن الطرب العربي الأصيل الجميل بعدك طول التجربة بعد طول التعلم بعد كل هذه السنوات في المسارح في المعرجانات مشرقا ومغربا هل نجحتي هل وصلتي شكرا للأستاذ الكبير رجاء فرحات متفيش أنا بالحق يعني كلام كبير قالوا في حقي الأستاذ رجاء فرحات يعني هو تم قمة بالنسبة للثقافة كل ما هو ثقافة كل ما هو فن كل ما هو تمثيل يعني فكر يعني فكر كبير برشا أنا أشاهدته بأحد العروض المبهرة صح الحقيقة على المسرح جوابا على سؤاله يعني هل بتعتقد اليوم ونبهني قبل كل شايف المسرحية الكبيرة اللي طوا لقات رويش كبير برشا شخصية برقيبة عا كل حال فيه شبه هو عامله بإتقان يعني كبير يعني يعني هذا شي تحسب له يعني جوابا على سؤاله يعني هل بتعتقد أنك وصلت لا ومازل عندي طموح ومازلت نحب نوصل للحاجات ما ما حققتهاش سواء في تونس أو في العالم العربي خطر هو اختيار مني عطلت أنا روحي بعض الشيء أني خيارت أني نقعد يعني في تونس وتكون يعني شهرتي من خلال تواجدي في تونس منك توجدت لعدة سنوات بالقاهرة نعم كيف كانت التجربة المصرية مع حضرتك يعني السنوات القاهرية إذا جايز تعبير هو في الأول في الأول كنت في بيتي يوم من الأيام هذية هذية بش تعجبك نعم باستاذ إزاي خاطر أنت يعني تفهمها تحط روحك في مكاني وبش تفهمها مليح غنيت أنا غنيت وقتها رأي الحبيب وغنيت أمتى الهواء يجي سواء أدوار يعني حاجة تقديمة في يوم أنا قاعدة في بيتي عادي والبيب ريدوق رحت بفتح بحذية وقت الشعر الكبير حسونة قسومة اللي هو مرافقني في مسيرتي الفنية الكبيرة أكثر الأغاني اللي غنيتهم له والملحن الكبير محمد صالح الحركاتي اللي هو زد مرافقني ورفيق دربي في كل الألحان اللي حققتها واللي أخذت جوائز في أسباع الفن وفي مهرجان الأغنية التونسية وكل فحالية الباب لقيت قدامي عملاق من عملاقة الزمن هذا اللي يمكن الزمن مش بشي يجيب واحد زيه وهو أنت تتصور شكوه بليك حمدي يا السلام العبقري الكبير بليك حمدي في بيتي في تونس ويعني هو لي جاني البيتي فما صدقتش معناها صار لي هكا هكا قعدت شوية قعدت معناها ما يمكن خمسة دقائق ما نشم أمنى الحكاية المهم فرحت بيه دخلناه معناها قعد معايا قال لي شوف أنا راو اللي جابني البيتك لحد عندك هو صوتك مش شخصك أنا سمعتك غنيت حاجة للأصبجي القصبجي نعم فسألت علي كان عنا احنا موذيع لطفي البحري رق الحبيب كنت بغني غنيت رق الحبيب غنيت كثير حاجات للقصبجي يعني أدوار ومونولوغات وتقاطق كثير حاجات وكان بليك حمدي هو السبب بسفرك إلى القاهرة صح بس قال لي قال لي أعملي كوكتيل على طبقتي خطر هو المعروف على بليك حمدي أنه يحب السوت العالي والسوت اللي غني فوق السوت السيدة وردة أم كلثوم فايز أحمد شهر زاد يعني يحب الأصوات الكبيرة والعريضة واللي تقول يعني ما فيش المساحة تكون عريضة وأنا هذا شيء أمتاز به يمكن يقولوا لي معناه يقولوا لي بحكم أني قتلك معناه تلمذت مدائح وأذكار وسليمية وتراتيل وكذا فكاني هذك اللقاء هذك كان لي يعني تحول بحياتك الفنية تحول بحياتي الفنية وصرت يعني أصدقاء معاه حتى اليوم يعني ما توفى كنت أنا معاه الوحيدة من تونس يوم ما رحل بلغ حمدي كنت إلى جاء في باريس عملي تليفون ورحت للباريس وكنا قعدنا مع بعض يعني حكايت ووفاته بالتدقيق يعني عاشتها ماذا خسرنا برحيل بلغ حمدي خسرنا ساعة خسرنا حاجة ما عاشت تكرر هو شوف بلغ مدرسة وحدها يعني لحالها وغنيتي من ألحانه عملي سيدي كامل أغاني بلا سبب لسه ما سجلتهمش ليه؟ لازمهم إنتاج كبير ولازمهم يعني لازمهم يعني طيب معقول يعني حدا عنده أنا عندي ألحان من بلغ حمدي ذخيرة بخبيها؟ إن شاء الله يجي وقتها إن شاء الله يجي وقتها اللي أنا يعني كل هذه السنوات صار له سنوات طويلة يعني رحل عنا بلغ حمدي لم يأتي الوقت؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجي الوقت إن شاء الله ننجزها على أحسن وجه خاطر هو الموزع هو كاتب لي النوتا بيده وشاعر هو عامل الكلام كمان وهو الملحن تعالى الأغاني هدية إن شاء الله يجي وقتها إن شاء الله تشوف النور إن شاء الله نسعد بها نتمنى نتمنى ذلك نتمنى ذلك يعني بتكون هدية جميلة للمستمعين لمحبي الموسيقى والألحان الجميلة والأراقي معناها ممكن ما تتكررش الفرصة أني موجودة معاك هحكيها يعني هو بعد ما دخل مصر ما هو كان بره كثير وعاش بره كثير بعد الحكاية ذي كلي صارت لوكل فراح دخل مصر وقتها وفي رمضان ورحت بحفظ من عنده الأغاني هدية اللي لحنها لي معنا يقبل ما يتوفى يمكن بسانة هكيك نعم فصارت قدامي زاد حكاية لازم نقولها هذه حتى حتى نتعلم أحنا اللي نحب نوصل فضل رحت له لبيته وكانت أخته المرحومة صفية قالها أجيب لي الأوراق متاع النوتا حتى يكتب النوتا متاع الأغنية اللي بشي حفظها لي فجابت له الأوراق والأوراق مكتوب عليهم الموسيقار بلي حمجي فانكينا نقول لك شنو نعمل فشال الورقة كده قال لها مين قال لك مين قال لك اكتبيه الموسيقار وليه موسيقار وأنا مش موسيقار ولو أنا موسيقار يبقى الأستاذ عبدلهاب ايه أنا ما بحبش الحاجة قطع الورقة وأخذ ورقة ما فيهاش ولا حاجة وكاتب النوتا يعني أنا اليوم بعض الملحنين بلحن وأغنيتين أو ثلاثة بيكتب بيسميحها له موسيقار اليوم تلقى المايسترو والموسيقار على ناس ممكن ما عندهاش ولا أنا الحكاية هذي صارت قدامة بصراحة صدمتني يعني هذا دليل قداش تواضع وقداش معناها هذا المبدع الحقيقي هيك بيكون المبدع الحقيقي هيك بيكون صح صح بحافظة شي من الألحان اللي يعطاك إياهون بليغ اي ممكن نسمع هيك مقطع صغير ممكن بس يعني هذا بيكون لأول مرة لأول مرة بلا سبب بلا سبب هي عزت نفسي من إنسان بيحس 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 ابتدت بعنت وانتهت ببعض بلا سبب وكل آه لما وصلهم للا إنك هاجرتني هاجرتني قاله مستحيل لأ أكد بكد 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 تياراررا ده الكل لما قالوا الهن أنا بعثك أو بعثني قالوا قالوا إلا دول لأ أكد بكد 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 دول حب ومرت يا رارا دول حلوة ومرت يا رارا دول حب ومرت يا رارا يتخصموا حب يتصلحوا حب لكن بعدون عن بعض صعب 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 بلا سبب لأول مرة عم بتغني هذا اللحن اللي هو من الراحل كبير بليغ حمدي لحضرتك وعندك قلتي مجموعة ألحان عمل كامل نتمنى أنه يبصر النور قريبا وحضرتك يعني قبل بدي أقول أنه لحن بليغ بصمي يعني فورا يعني اللي المتابع بيعرف أنه هذا لبليغ من أول ما يسمع أول جملة يعني بليغ مدرسة وقدت لكل صوت خلاه يكون مدرسة سمحيلي رح نتوقف كمان مرة مع استراحة سريعة ثم نعود لنتحدث عن تجربتك بالغناء الوطني لأن تأخرنا على هذا الموضوع لحظات قليلة نتابع بيت القصيد ضاعت وضام لحدين وابضلت وحدي أسمى أديني اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام بيسعدنا انضمامكم لصفحتنا على الفيسبوك وبيسعدنا أنه ضيفتنا الليلي المطلب المتميزي صوفية صادق أيضا بفقرة كلام يوصل بأن نسمع رأي بتجربتك وبغنائك من الكاتب الصحافي الأستاذ لطفي العمارين نسمعه سوا فضلا والله الفنانة الكبيرة صوفية صادق يعني عندها مسيرة زاخرة بدأتها من حيث يجب أن يبدأ الفنان مسيرته الفنية حتى يبنيها على مرتكزات صلبة أقصد بذلك المدرسة القرآنية حيث تردت عليها الفنانة صوفية صادق وهي طفلة تردت عليها طويلا فحفظت الشيء الكثير من كتاب الكريم وتمكنت من مخارج الحروف وتمكنت من اللغة العربية وهذا ما سهل لها فيما بعد التعاطي وأداء الغاني والقصائد التربية الكبيرة طبعا ككل الفنانات وكل الفنانين يبتدئون بتقليد كبار المطربين الذين شكلوا مجتمعين مدرسة تخرجت منها الفنانة صوفية صادق وأعتقد وهذا الرأي يشاركوني فيه عدد كبير سواء من النقاد أو من الجمهور أعتقد أن صوفية صادق كانت من أبرز تلامذت هذه المدرسة العظيمة ونرى هذا في جميع معناها مراحل مسيرتها الفنية تميزت بالموهبة تميزت بالصوت الجميل الصوت القوي الصوت الدافئ وتميزت عن الجيل الذي سبقه بمستوى تعليمي معتبر وبحالة من الوعي ساهمت في تشكيل مسيرتها ونرحتها شيئا فشيئا غنات أغنية جميلة جدا للشاعر الثوري الكبير أولاد أحمد نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد وكان هذه معناها خطوة جريئة من قبلها هي في عهد بن علي حبيتنا نقول للماذا الناس أصحاب النفوس المريضة تناسوا هذه الأغنية وركزوا فقط على أغنية بالأمن والأمان قلها ربي معك سوفيا وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح شكرا للأستاذ لطفي العماري يعني سؤال على الجرح لا على الجرح طبعا شكرا للصديق والصحفي والناقد الكبير لطفي العماري ورأيه يعني مهم بالنسبة لي وسؤاله أنه ليش نسيولك يعني كما نحب البلاد للشاعر الأستاذ أولاد أحمد وحفظولك أغنية الأمن والأمان أنا كما قلت لك لما غنيت للوطن نعم مش لعهد أو لحاكم أو لرئيس لا غنيت للوطن وغنيت لشعب وغنيت لجمهور وغنيت يعني الناس تعتبر الوطن هي الرمز متاع الوطنية والإنسانية يعني فكان صغير أولاد أحمد هو معارض وشاعر مشاكس يعني وكان ضيف بهذا البرنامج من سنتين وقت لي كان يعني كان متعارض وكان يعني في السوجوه شو اللي خلاك يتاخذ هالخطوة الجريئة وتغني له أنا ذاك أنا قطلك قطلك من قولي مولعة بحاجة اسمها وطن أنا بحب يعني وطني كثير نعم وغنيت الكثير من الأغنيات الوطنية وغنيت كثير من الوطنية حتى آخر أعمالك ملحمة أمة ملحمة صرخة أمة صرخة أمة صرخة أمة عمل ملحمة في مجموعة أغنيات لشيخ إمام لأم كلثوم نعم كمان من كلمات الشعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي نعم غنيت من ألحان جمال هاي استيقظي يا أمة دي وأمي تك يا محمد يعني عندك عليها فكرة طويت تشوفها لكن صغير أولاد أحمد كانت لي كانت لي بالحق معناها خطوة أعجبني الكلام قلت عليش ليه معناها ما نغنيش معناها ما ما فكرتي بالعواقب أو بالنتائج لا لا ما فكرش بالعواقب ولهذا غنيتها وكانت من ألحان الملحن الكبير محمد الماجري وحفظوها يعني هكا الأقراب واللي هما بس ما ما طلعتش كثير الأغنية طب هات نسمع منها مقطع لأن بعدنا ما قلنا شي لتونس بيزعلوا منك لا 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 ما زعلوش مني يعرفوني أنا بحبهم وبحب وطني رح تشاركي بالانتخابات؟ طبعا على كل فرد أنه شارك بالانتخابات عندك مرشح معين للرئاسة التونسية؟ عندي بس مش هقوله ليه 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 حفظ خط الرجعة أنا كل كل تونسي يخدم تونس وقادر أنه يقدم لها الأفضل ويقدم لها الأحسن أنا معه متفائلي بمستقبل تونس؟ إن شاء الله يا رب أحنا تونس الحاجة أحنا الثورة متاعنا حضارية نعم يعني ممكن علمنا بها ودينا بها يعني ألهمت ألهمت صح شعوب الأخرى صح يعني كل حاجة بشوية وعلى مهلك والتونسة أحنا فهمين ووعين ونعرف شنو نحب المهم أنه تونس لم تقع في الحرب الأهلية وفي الاحتراب الداخلي وإن شاء الله هذه الكأس المرة تبقى بعيدة عن تونس إن شاء الله إن شاء الله نحب البلاد نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا لا عدنا غزاة لهذا البلد حب كبير لتونس من الشاعر اللي كتب هذه القصيدة الصغيرة أولاد أحمد أيضا غنيتي إلى جانب الغناء الوطني غنيتي غناء الديني يعني الابتهالات والأنشيد الديني هل بسبب ناشئتك يعني لما كنت طفلي وقرأت الكرآن الكريم وجودتي ورتلتي أم لسبب آخر يعني غنيتي الغناء الديني أنا أول أغنية غنيتها في حياتي وشهرتني وعملت لي يعني اسم اسم حتى خارج تونس هي أغنية دينية يعني اللي ما يعرفش كانت اسمها إله العرش إله العرش هذه أغنية معناها ما فيش يمكن تونسي مش حافظها أو أردني أو حتى لما دعوني لمصر كانوا سمعوا الأغنية هذه يعني بالذات ما بدي تقل عليك كتير بالغناء بس كمان يعني طمعان معليش أنا تحت أمرك فضل ولكني أمر عليك ظالم أبدا أجرني إله العرش في كل خطوات إذا عقني خطوة وظل بسيري أجرني إله العرش في كل خطوة إذا عقني خطوي وظل بسيري فإني رجوت الله الله حافظي ألا يمس الشك وصدق شعوري ألا يمس الشك وصدق شعوري الله عليك الله على كل حال الغناء الديني أو الروحي ما حك للفنان للمطرب إذا تجلى وبرع فيه فما في خوف عليه بأي لون غناء آخر طبعا أكيد يعني وتشوف أنت يعني كل المطربي الكبار يعني مروا بالمرحلة هذه كان معك بالكرال بهالأغنية هاي فنانين كبار كانوا عم بيردوا معيك في الأغنية هذي بالذات كانوا كل كل الكرال مطربين يعني من الدرجة الأولى لطفي بوشناء لطفي بوشناء وكان نور دي الباجي كان لطفي بوشناء كان محمد الماجري الملحن الكبير كان المطرب كريم شعيب المطرب سليم دمق كان العزف الكبير وطوفيق الغندا جلول جلاسي كانوا يعني 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 قمم يعني من الطراز الرفيع جدا يعني لما تغني ويكون معك كرال من هال من هالقماشي حتى في أدوار حتى في أدوار الحقيقة رفقوني يعني مطربين أصدقائي يعني مطربين يتمتعوا يعني بشهرة كبيرة وأصوات كبيرة يعني ويعني بالزمانات مش من زمانة كتير كتير هذا بدنا نقول من قده الموسيقار الكبير الأستاذ عبدالوهاب أشاد بصوتك طبعا وين سمعك كان بالمناسبة كان عن أعلامي كبير اللي هو ناجيب الخطاب طبعا اسم اسم معروف طبعا اللي هو كان يعني كان عنده حصة تلفزيونية كان عنده حصص حصص نعم وكان كل المطربين يعني اللي برزوا نعم هو يعني أتحلهم الفرص وأمن بيهم يعني وقدمهم في أكثر من مناسبة منهم المطرب الكبير جورج وصوف منهم كاظم الساهر هاني شاكر ميد الحناوي أصالة كل الزوار اللي كانوا يروحوا إلى تونس هو كان نعم يعني يصنع لهم طلتهم نعم للناس وكان يعني يقدمهم للمشاهدين يقدمهم خاصة للتونس خاطر أحنا الجمهور التونسي يعني ضويق بالدرجة الأولى يعني ما عليش هذا كلام قالته أم كالثوم وقاله عبد الحليم وقاله كبار يعني الفنانين يعني فكاله هو اقتراح نجي بالخطاب أني نغني أغنيت اليوم فتحت عناي على صوت بنادة علي الدنيا بقت حرية ونسبة الحرية يلي مليتي حياتنا فسجلتهم أنا بصوتي فهو أعمل حصة وقته كان عنده حصة إذاعية وكلم الموسيقى عبد الوهاب وسمعوا الأغاني هذه فأشهد بهم وشكرني وقعد يحكي معايا وقال لي يجي المصر وأنت معناها من ناس يجب أن تكون متواجدة هنا كيف حصنت نفسك تجاه أنه عادة فناني ببداية مشوارها يشيد فيها عبد الوهاب يقدم لها ألحان بليخ حمدي يغني معها مطربون كبار وأساتذي كبار ممكن الغرور أو الشعور بالخيالاء هذا بصيب أي إنسان أستاذ هو الغرور لا حقيقة مش من شي ماتي ولا بتصور مش من شي أي مطرب صادق كيف تعلمت هذه المسألة يعني كيف حصنت نفسك ضد هذه الآفات اللي بتصيب يعني كثر ساعد بس هو الواحد الواحد معناها ما نتصورش أنه ينساق في الآفة كما قلت أنت بحكم أنه دايما يتعلم طبعا ودايما يسمع ودايما حاطت يعني ناس معناها مدارس كبيرة ينسج على منوالهم كما السيدة فيروس كما معناها يعتبرهم قدوي طبعا هو الغرور يقتل يقتل الفنان ما يخليش يقدم ما يخليش وقفت سيدتي يعني مرارا وتكرارا على مسرح قرطاج نعم يعني وهو له هذه السمعة في كل أنحاء الوطن العربي حقيقة وربما في كثير من مناطق العالم شو أنالك يعني أنتقي في أكتر من 15-16 مرة على مسرح قرطاج هو 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 أنا فرحانة فرحانة كثير أني وقفت يمكن 16 مرة على مسرح قرطاج وقدمت فيه حاجات معناه أسعدت فيها الجمهور خاصة التونسي والعربي لكن دايما بطمح العرض اللي أنا نحب نقدمه في قرطاج لسه ما عملتوش لطول نعم فإذا صرنا ناطرين شغلتين ناطرين العمل اللي من ألحان بليخندي وإطلالي مختلفة جدا مختلفة على الحاجات على الحاجات اللي ممكن قدمتها خطر العروض متاعي كانوا يتميزوا أنهم متنوعين معناه نقدم فيهم الحاجات ممكن الترابية طويلة بحكم أنه الجمهور متعود علي أني أدي الأغاني النوعية هذه الأغاني كما مثلا الأغاني اللي غنيتها لأم كلثوم وكان يطلب مني في كل حفل أني أردت أغاني أم كلثوم بدون معناها الحاج وإن شاء الله العرض اللي نحضر له طوى اللي إن شاء الله لازم باش نقدمه على القرطاج إن شاء الله يكون مخالف ويكون فيها وجه ثاني الصوفية صادق معناها يكتشفها به الجمهور التونسي والعربي إن شاء الله بيكون لنا فرصة كمان نشاهد ونصغي إليك على مسلح قرطاج اسمحي لنتوقف لمرة أخيرة ثم نتابع بيت القصيد وصاح من الشعب صوت طليق أوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجز أنا الشعب لا شيء قد أعجز وكلو الذي قاله 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 أنجز أنجز موسيقى موسيقى هاي هايبه 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 حواليك تتمنى تسعد يوم برضاك وانا وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي هواك اللي العليا طال بين الصغر والنوح واسمع علومي العزال واسمع علومي العزال واضحك وانا المجروح وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني لوعني وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني لوعني لكن أغير 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 من اللي يحبك لكن أغير أغير من اللي يحبك ويسون هواك أكتر مني ألف 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 شكر ولك تحية خاصة من شجون من ليبيا شجون الليبي تهديكي أحر التحيات أو سطني لما عرفت أنه حضرتك ضيفتي شكرا شكرا وأنا لا أخيب أمل يعني الأصدقاء والمشاهدين الكرام رح نشوف فقرة بعنوان علامة فارقة نذهب برفقتك إلى تونس تونس أوكي تبدو صوفيا صادق على ضفة خيارات فنية تناسب ما بلغته من نج واحتراف فهذه الأتية من الغناء الأصولي المتقن من الأدوار والموشحات والمالوف التونسي تضع نصبح انجورتها أغنيات الشيخ إمام كي تكون أكثر قربا من الشارع ونضه في زمن الثورات والزلازل المدمرة موسيقى صوفيا صادق علامة فارقة من علامات الفن العربي والتونسي وصاحبة صوت يغدو كالنبيذ المعتق كلما أوغل في التجربة والغناء موسيقى موسيقى عيناء يرتقي بسامعه ويحفه على السؤال الذي يمثل مفتاحا كل موصل موسيقى موسيقى بس يبدو يعني صناعة النجم ما يسمى صناعة النجم مش موجودة كتير للأسف يعني للأسف ما شو السبب هلو تقصير منا نحن المشرقيين يعني ممكن ممكن يعني تونس وصلتنا يمكن أكثر من غيره من دول المغرب العربي الكبير ممكن والله أستاذ زهي في كتير أصوات يعني حرام أنهم يقعدوا يعني محسورين هناك ولا في بلد يعني مسكر عليهم لازموا ميبين ولازموا خاصة طول العصر والبلدين تطلب كثير أصوات يعني نشوف كثير في برامج وفي بس لسه أصوات كبيرة كثير يعني أنا سرلي الشرف يعني والحظ أني حاورت عشرات الأسماء نعم من مبدعي تونس والمغرب العربي بشكل عام نتمنى يعني أن تواصل بين المشرق والمغرب يصير أقوى إن شاء الله بس يتحسب لك يعني تحسب لك أستاذ زهي أنك أنت في فترة حرجة جدا حاورت المرحومة الزميلة الأخت ذكرى اللي بتدينا مع بعض ذكرى نعم واللي عملتوا معاها كان يعني كل الجمهور التونسي قدروا ليك أنك أنصفتها وأنك بيصعدني هذا الأمر وأنك بينتلها جانب كبير من الحقيقة عملت ضميري المهني صح فهذا شيء تحسب لك يعني ووقفت إلى جانبها في وجه التكفير وفي وجه كل هذه صح والتاريخ حيكتب هذا إن شاء الله على سيرة التكفير سيدتي نعم وهذا ما تعرض له ذكرى في يوم من الأيام الله يرحمها نعم اليوم هذا الواقع يعني حيث تيارات التكفير والإلغاء والإقصاء والقتل والذبح نعم بأي يعني تداعيات بأي مشاعر بأي أفكار بالتابع ما يجري في الوطن العربي أنا 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 مؤمنة مسلمة عربية أفتخر بعروبتي عروبتي كيفي ككل التوانسة ونتصور أنه كل العرب يعني فمش لازم حد يجي يعلمنا أو يملي علينا شنو اللي نعمل يعني احنا نخاف ربنا ونعمل اللي يقول عليه ربي وخلاص يعني مفيش داعي أنه تركب حاجات ويتخلط يعني تتخلط الحاجات الحاب يعني نحن بحاجة إلى تغيير نحن الأفضل وإلى حب لازم نأمن ببعضنا ولازم نحب بعضنا خاصة وأنه حارب خطاب الكراهية والبغضاء والعنف الذي يبث وما يشكك حتى حد لا في عروبتنا ولا في انتمائنا لديننا ولا في معناها حبنا بالإله سبحانه وتعالى شكون يرعاهم ما عندهمش شكون يتلهبيهم معناها فقراء الحال خاطر كنا برغم كل شيء أنه في ناس في الجانب هدايا معناها تلتفت للتفول وضحايا الحروب وضحايا العنف وضحايا التحرش خاصة اللي نشوف إن شاء الله في فلسطين إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله ينتهي ويخلص في سوريا الله يسمع منك يا رب وحضر غنيت لفلسطين أغنية الشيخ إمام طبعا طبعا والبندقان شو غيرت خديجة الله يخليك إياها عمرة خمس سنوات شو غيرت بحياتك خديجة غيرت كل حاجة في حياتي وربنا معناها أعطيها لي هدية من عنده إن شاء الله تلقى الوقت الطيب كيفها ككل معناها جيلها وإن شاء الله نعلمهم يعني السلوق الحسن وإن شاء الله معناها هما يلقاوا نفسهم أحسن من اللي أحنا لقينا الله يسمع مني غنيت له أطفال؟ غنيت له خديجة؟ والله بس أجللها إن شاء الله سيدي خاص بها وبالأطفال؟ لا لا خاص بها وبالأطفال بسفعاب يعني يعني بعضها صغير كتير بس هل بدأت تدرك أنه أمها بتغني وصوتها حلو؟ هل بتقلدك مثلا؟ هل تسمع أغنياتي؟ ما شاء الله عندها شخصية تحسها هكا عندها شخصية من أبوها ومني أنا أنا ثور وأبوها جمو يعني أنا ثور وأبوها جمو الجوزاء فهي ماخذة من الاثنين صايرة فيارج يعني العذراء نحسها أنها يعني ذكية وأنها يعني متابعة بوها رياضي وأنا فنانة متابعة يعني من مصيهم بالخير خديجة وأبوها باي باي مزيد ومن خلالهم طبعا مشاهدينا شكرا بطونس كل مشاهدينا باختصار سيدتي لأنه الوقت تبلش دهمنا نعم مين أكتر ملحن يعني هيكي فهم صوتك وأمكانيات صوتك؟ في الموجودين نعم في الدكتور جمال سلامة مين أفضل من كتب لك؟ أفضل من كتب لي المرحوم حسونة قسومة كتير قصائد نعم وعبد المجيد بن جدو المرحوم كمان نعم أغنية معاصرة تمنيتي لو حضرتك غنيتيها قبل صاحبتها؟ معاصرة يعني نعم أو مش معاصرة حتى نهينا عليك أغنية هيك تتمني لو كانت لإلك؟ من غير ليه؟ من غير ليه؟ عبد الوهاب الواقع المشهد الغناء العرب اليوم يرضيكي أم يستفزك؟ الحقيقة فيه وعليه فيه وعليه مرات يستفزك نعم ومرات يرضيك عشان حرام في أصوات بتطلع يعني تكون مفاشئة يعني وتكون فرصة رأيك ببرامج الهوات التي تخرج سنويا يعني عشرات المطربين والمغنين بتتابعيها؟ بتبعها بتبع فيها اللي طبعا تحسوا أنه خرج لك أصوات يعني كما محمد عسافي عجبني صوته صوت يعني يسرى المحنوش من بلدي كمان فيه يعني دايما فيه أصوات جميلة لا يخلو بس الحاجة مهم شو بيغنوا يبعدوا على التجارة يعني يبعدوا على التجارة خطر الفنان مش لازم من الأول يحس بالأحساس هذا لازم تكون له هذيك بداية معليش يعني أساس أساس حيطل بيه على الناس بس بعدين لازم هو يتعب ولازم يصهر ولازم يتغرب عشان تكون معناها تكون أنت سهمت كمان في بداياتك في شهرتك في كل شيء لازم أنت كمان تتعب مش لازم كل شيء يجيك على طبق مش الاتكال على الموج السائدي وعالموضة الغنائية فيها شارب سابقا كان حضورك في لبنان في بيروت أكثر ممكن نشوفك بأحد المهرجانات اللبنانية وهناك مهرجانات ذات قيمة يعني في لبنان أنا على ذمة كل يعني البرامج اللبنانية لبنان هذا يعني في قلبي بحبه وبحيي من خلال برنامجكم الشعب اللبناني والمطربين أصدقائي اللبنانيين ولبنان يعني أنا مش بش نضيف عليه حاجة ولا بش نزيد عليه حاجة إن شاء الله نشوفه دايما يا ربي سالم ودايما يعني هك هادئ وما فيش مشاكل خاطر لبناني لبنان تعلمنا منهم أحنا العيشة والعيشة والمعني حال العلاقة بين تونس و لبنان هو نفس الشيء يعني عليسة يعني من عندكم من عندنا يعني يعني يجمعنا الكثير يعني إلى العروبي وإلى أشياء كثيرة تجمع فيه ما الذي يعني ترجينه أو تتمنينه من الانتخابات الرئاسية في تونس بتمنى يا رب يجي بنا إن شاء الله لتونس قائد بيعتمي معنا الكلمة ويحب تونس أكثر من التوينسة ويخاف على تونس أكثر من التوينسة ويعدل ما بين كل التوينسة ويحاول أنه ينشر يعني السلام في تونس من كل بلد يعني صغير أو بلد يعني كبير وخاصة الأماكن اللي هي يعني شوية تنسات منسية بحاجة لرعاية نعم المناطق الفقيرة والمحرومة صح ولكنا نتعاون إن شاء الله لتونس وحبنا لتونس إن شاء الله نوقف على سقيها وأحنا يعني خلاص يعني إن شاء الله تونس هي فوق كل حد ومن خلالك ألف تحية لتونس ولي العرب في كل مكان نختم بصوتك الجميل لو سمحت غناء شكرا حاجة لتونس تحب حاجة إذا حبيتي تونس أرضي وعرضي وعهدي أفديكي يا غليا بدمي تحية ريت الناصر تونس بلدي الناصر يا أرضي يا بلادي يا ماضي أجدادي والشعب الأصيل يا أرض الخير والجنة ترك عليكي غنة يا أرض الخير والجنة ترك عليكي غنة يا حب الكبير الله الله يا تونس الله 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 يا بلادي الله صفية صادق ألف شكر شرفتي بيت القصيد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك أستاذ زاهي وشكرا ومرحبا بكم وبحيي كل الطاقم اللي معاك وبحيي يعني القناة وإن شاء الله نشوفكم عن قريب بإذن الله شكرا شكر دائما لفريق العمل وشكر الأكبر لمشاهدينا في كل أنحاء العالم نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله شكرا شكرا شكرا